الآن فكانت ردود الفعل غريبة جدا أرمينيا عيوضا على جلوسها على طويلة المفاوضات لإيجاد حلول قامت بارتكاب مجازر جماعية ضد المدنيين في دولة أزربيجان تصدت القوات المسلحة الأزربيجانية للقوات الأرمينية وحررت قسما كبيرا من أراضي أزربيجان المحتلة من طرف أرمينيا إن الجمهورية التركية كانت وما تزال تقف إلى جانب أزربيجان دولة وشعبا وسنستمر أيضا وأعتقد بأن كل دولة تتمتع بشرف يجب أن تقدم الدعم لكل دولة مظلومة ضد الظالمين لا يمكن تحقيق سلام العادل وشامل في أي منطقة من العالم دون الوقوف إلى جانب المظلومين ضد الظالم ومع الأسف هناك دول مارقة كثيرة من إسرائيل إلى الشطر اليوناني من قبرص إلى النظام السوري الذي يقوم بقتل شعبه وظلم شعبه بالإدفة إلى زيادة الأزمات والمعمعة والفوض الموجودة في الدول الأخرى إن هذه الدول أصبحت بلاء كبيرا على جميع دول العالم أعتقد بأن صفحة هذه الدول تغلق رويدا وإن الجمهورية التركية لا يمكن أن تظل صامتا وتستخدم جميع ما تملك من كماليات وطاقة بل نحن مصرون وعازمون على استخدام طاقتنا وإمكانياتنا من أجل وضع حظ لهذا الظلم المتبع من هذه الدول ضد المظلومين كنا وما زلنا نكرر بأن العالم أكبر من خمس دول وأن مستقبل العالم أكبر وأفضل من أن يكون بين شفاه خمس دول لذلك نحن ننادي بتغيير الأنظمة الموجودة إن تركيا كانت وما زالت تتقف إلى جانب الحق والحقيقة وإلى جانب المظلومين ضد جميع الظالمين إن هذه المعارك الأزربيجانية ضد أرمينيا هي من أجل استقلال أراضيها وإن وقوف تركيا إلى جانب أزربيجان إنما هو من أجل مسعيها للحصول على حقها وأن هذا التاريخ هو مفروض على جميع الدول الموجودة في هذه المنطقة وإلا لا يمكن الوصول إلى تحقيق الأسلام ولا يمكن إجاد حلول لجميع الأذمات الموجودة والعالقة في هذه المنطقة مرة أخرى نبارك جميع الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة الأزربيجانية ونقف معكم في جميع هذه الانتصارات وأحييكم مرة أخرى بأجمل واحر التحيات إذن تبعنا مشاهدنا الكرام هذه الكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردغان في ختام اجتماع للحكومة التركية الرئيس أردغان تناول في تصريحاته بعد هذا الاجتماع عدة ملفات على رأسها ملف كارباغ والأزمة بين أرمينيا وأذربيجان وأكد على أن الحل يكمن في انسحاب أرمينيا من الأراضي التي تحتلها الأراضي الأذربيجانية وعلى ضرورة الوصول إلى تسوية بناء على هذه النقطة وعلى انسحاب أرمينيا أو قوات الأرمينية المحتلة من أراضي أذربيجان أكد على وقوف تركيا بجانب أذربيجان في كل الحالات أكد كذلك على أن أرمينيا ارتكبت جرائم بحق أذربيجان ولا تحاسب ودع الأطراف الدولية للوقوف عند مسؤولياتها فيما يتعلق بهذه الأزمة التي نشبت بعد مهاجمة أرمينيا لأذربيجان واحتلالها طبعا منذ عقود للأراضي الأذربيجانية